السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان احنا معانا النهاردة موضوع كبير عن مشروع التسويق مشروع التسويق مش بس في الهند ميد اللي احنا كلنا بنشتغله وكلنا بنستناه لا ده فيه حاجات كثيرة جدا الى جانب الهند ميد في التسويق معانا موقع هوان مصر موقع هوان مصر اللي احنا اعلننا عنه وكلكم استنيان تعرفوا ايه الموضوع هتعرفوا ايه الموضوع بالزبط مع الاستاذة فيروز الصباغ والاستاذ محمد نيازي اهلا مصر اصحاب موقع هوان مصر اهلا بحضرتكم اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ محمد مبدئا بقى كده اعايزينكم تعرفوا الناس ايه فكرة موضوع الموقع هوان مصر ويمين اللي اقترح الفكرة دي او دي كانت من وحي مين فيكم بسم الله بسم الله أولا بشكر حضرتك على استطافتنا في البرنامج أهلا لك وبحب معرف كل المهتمين بالتسويق ان ان شاء الله ده هيكون الباب بتاعهم في تسويق كل منتجاتهم وربنا يخلين عنده حصم الظنهم ان شاء الله امين يا رب الفكرة دي بدأت ان انا كنت بتابع الفيسبوك كويس طبعا بتابعه من وجهة نظر بيزنس مش من وجهة نظر وشات وحاجة زي كده وفجأت بحاجتين ان الناس عندها مشاكل في التسويق وان 80 الى 85% من اللي بيشتغلوا في التجارة اونلاين هم ستات فدي كانت الدمجة ما بين فكرة التسويق وفكرة الستات وانا لقيت ان الاحق بكلمة الهوانم هم ستات اللي بيشتغلوا الله فهم دول اللي فعلا هوانم مصر طبعا الشعار بتاعنا احنا نقناها واحدة ست كده كلاس وقفة وجنبها كلمة هوانم مصر ومصر من دل الفستان بتاعها وكانها في الخلفية بتاعتها جميل جدا طبعا اختيار موفق جدا للإسم وللوجو كمان وللشكل يعني لفت نظري شخصيا لما شفت اللوجو حلو وطبعا هوانم مصر فأكيد كل ستة فلا تهانم صحيح احب بس انوة ان صاحبة الفكرة دي في الاصل هي امراتي بنرحب بيها واهلا بيها لو هي شايفانا طبعا استاذة ايناس اهلا بيك يا استاذة ايناس وطبعا كانك موجودة معنا بالضبط فهي كانت صاحبة الفكرة يمكن انا خدتها شوية وطورتها بشكل كانت الفكرة في الاول بتبدأ على انها خدمات بس زي الممرضة والمدرسة ممكن كان بيظهر على الجروبات اللي هي مثلا فيه جروبات كتير قوي اسمها حد يعرف حد يعرف فصل حد يعرف المؤطم حد يعرف حاجات زي كده الجروبات دي كنا بنلاقي فيها سئلة كتير زي ايه زي يا جماعة حد يعرف ممرضة تيجي تدي حقنا لولدتي يا جماعة حد يعرف مدرسة معرفش تيجي تدي ايه فيه حد يعرف محفزة قرآن كذا الاسم نفسه مغير شوي فكان هيبقى احنا ممكن الشخص اللي انتي بتدوري على اليدها يبقى في العمارة اللي جنبك وانتي مش عارفها فالفكرة ها كانت اساسا الخدمات تبع المناطق احنا بقى حولناها لخدمات وسوق ومصر كلها بالزبط لان الخدمات انا ببقى محتاج الخدمة لجنبي يعني لو في واحدة مثلا بتطبخ او بتقدم حلويات او غيره لو الست اللي بتعمل الحلويات دي مثلا في السويس انا يهمني في ايه في القاهرة ان انا اجيب طرطاية من السويس مثلا فالطبيعي ان انا في السويس اطلب من السويس في طنطة اطلب من طنطة في الاسيوت اطلب من الاسيوت وهكذا يعني خدمات في كل محافظة هتلاقي الخدمات بتاعتها برضو داخل موقع هواني مصر طيب الموقع طبعا اللي انا فهمته ان هو مش مقتصر على الهندي ميت بس اللي هو برضو ده موضوع كبير وهنتكلم فيه عايزين بقى نعرف ايه ايه نوعية الفروع بتاعت الموقع او الخدمات اللي الموقع بيقدمها يا ستا اطلال انا في البداية خدمة تقدر يتقدميها كل ما هو خدمة ممكن واحدة ستتقدمها سواء كان عندها او عند العميل تقدر تقدمها من خلال الموقع مدرسة استشارات قانونية كل الاستشارات بجميع فروعها سواء كانت لايف كوتش واستشارات قانونية تأمينية محاسبية كل ما هو النفسية طبعا كل ما هو الاطباء كل فروع الطب كل ما هو حاجة تخص لوازم يعني كل ما هو يخص مثلا الحاجات اللي هي الحيوانات من استضافة حيوانات كده الستة اللي عندها عربية حتى تقدر تقدم بيها خدمة تقدر انها من خلال الموقع انها ان الستات اللي بتعمل دورات مدارس اللي بتعمل مشاوير خاصة يعني كل حاجة تخص المجتمع كل حاجة تخص الستة تقدر تقوم بيها سواء داخل البيت او برا البيت تمام كل ما هو خدمة والمنتجات طبعا كل ما هو منتج يباع ويشترى تقدر تسوق له من داخل الموقع تمام بالاضافة كمان ان الموقع بيحيق لها كل السبل انها تملك موقع خاص بيها مش مجرد ان هو موقع بترفع عليه شغلها تمام طبعا الموقع بيتميز بحاجات عن عن مواقع كتير بتخليه يعني متخصص في النقطة دي بالذات كون ان كل فيه سيدات بس سواء كان تجار او مقدمي خدمات تمام بلاس ان هو مفتوح لكل انحاء الجمهورية ده بيخلي الموضوع اكتر ان انا كل الخدمة اقدر اشوفها كل المنتجات المنتج ممكن يجيني من اي محافظة لو المنتج مش موجود عندي داخل المحافظة اللي انا فيها في محافظات بتفتكر لحاجات مش موجودة غير في محافظات تانية حقيقا ممكن يوصلي مفيش حاجة محدودة او مقتصرة ممكن التجرة ترفع شغل كل ما هو يبقى ويشترى مش ان انت عشان اشتركتي معايا كتجرة ملابس او حاجة انها تقدر ان هي بتبقى مقتصرة على كده ممكن تتاجر في كل حاجة وتبقى موجودة عندها في المتجر الالكتروني بتاعها او مثلا هي منزلة شغلها على السن هي بتجر في الملابس لأ ممكن الى جانب تحط حاجات تانية كل اي حاجة اه طبعا يعني الناس تبقى فهمة اه يعني بزي وزي كأنها عندها محل هي ناوية تحط ايه في المحل ده اه عايز تحط اي حاجة تحط طبيعي انها مش ممكن هتكون مثلا بتبيع حلويات وملابس يعني انا عارف ان في بعض الستات بتبقى شطرة في صناعة الحلويات والسرطة شطرة في تجارة الملابس بس طبيعي ان المتجر ده يبقى ملابس ممكن واحزية واكسسورات ده مقبول اه يعني ممكن تحط كل حاجة بالضبط وحتى احنا مش هنعترض انه نزل السور احنا بنتكلم كده عشان برضو الناس تبتدي تفهم يعني طبعا استاذ محمد اثار كلمة يعني اثار كده جزء الناس كانت بتسأل فيه انه انت مش عشان انت مثلا بتعملي بتبيع ملابس بس يبقى انت هتحط ملابس بس لا حط اللي انت عايزة لانه ده مكانك ده كلام مظلوم ده احنا فتحين كمان كاتجري لليوزد يعني لو في حد عنده حاجة مستعملة بينزلها كمان اه طبعا على الاقل علشان نقلل الهادر بتاع فيه ناس كتير بيبقى عندها حاجات مش لازماها طفل مثلا وكبر ده الصفحة الاساسية عندنا اللي هي بتشير الى ان الموقع ده كل اللي بيشتغلوا فيه ستات او البائعات والمسوقات عندنا ستات كده رجال هتزعل وتقول ما احنا كمان بنشتغل وانا مش عارفين عموما احنا عملا هنتصرف معهم ازاي بس احنا عايزين رجاء يعني احنا جلنا تساؤلات كتير او يعني عايزين رجاء ان يبقى فيه بس لشان فيه برضو رجال على فكرة بيشتغلوا هندميدوا بيشتغل حاجة كتير عايزين نخليلهم مساحة يعني ده طلب بقى مني انا باسمهم هقول للحضراتك احنا بالفعل عملنا ايه احنا اي حد من الرجالة بيكلمنا بيقول انا بعمل كذا او بعمل كذا او بعمل كذا وده نموذج موجود قريدي عندنا في الموقع دلوقتي بنقوله مفيش مشكلة بس يكون بالزبط وسيلة الاتصال بحضرتك او اللي هيكنترول الاتصالات مع الناس او حاجة زي كده تكون مثلا مراتك او اختك او بنتك او اي حاجة من هذا الخبير احنا يعني عشان بس رجالة ما تزعلش انه اسمه هواني مصر فانتو حطوا شغلكوا باسم الزوجة البنت الاخت مفيش مشكلة خالص بالزبط احنا النموذج اللي عندنا بالشكل ده هو نموذج مركز دكتور محمد حفناوي وزوجته هي اللي بتتولى مسألة التواصل مع الناس عشان نعيب عندنا مصداقية ان احنا بنقول هواني مصر عشان مع حدش يقول لأ منتو بتدخلوا بس رجال طب عايزين كامل بقية السور كده وانحنا بنتكلم برضو علشان الناس تبقى عارفة الشكل وعارفة ده دي الصفحة اللي بتشير الى ان برضو كل المقدمات الخدمات في الموقع هم ستات مصر وده بنحاول نقول لكم انحاول عرض بتاعة ثلاث شهور المجانا قبل ما يخلص عايزين اتكلم عن العرض ده كده عشان سريعا عشان برضو نكمل بقية المعلومات بتاعة الموقع ايه بقى موقع العرض ده اخدوا بالكوا بقى يا جماعة عشان العرض ده احنا عملنا العرض ثلاث شهور مجانا ده علشان يبقى فيه شيء من المصدقية لان احنا مجانا اه تلاث شهور دول ما فهمش غير ميت جنيه بتتدفع دي مصاريف تسجيل وتدريب لان احنا بنفضل مع المتدربة مدام فيروس بصراحة بتفضل مع المتدربة من ساعة ما بتبتدي تسجل معانا لغاية لما بتقول لها شكرا انا خلاص كده بتتدربها على انها تتعامل مع الموقع ازاي ازاي تتسجل في الموقع ازاي ترفع شغلها ازاي تبقى عارفة ما كان الوردرز بتاعتها جت لها ازاي ازاي تتواصل يعني لما يبقى فيه لينك بينها وبين العميل فيما يخص مقدمي الخدمات ازاي بتبقى يعني ازاي تتواصل ازاي ترفع كل شغلها كل الخطوات لحد ما تقول انا تمام اعرف عمل كل حاجة بما فيها لو فيه نصايح خاصة بالتصوير يعني لو فيه صور مثلا الناس معتادة على الفيسبوك انهم بيرفعوا الصورة وعليها الشعار بتاعهم واخد واكل مساحة جبيرة في الصورة ما تبقاش مظبوط الصور بالضبط الاضاءة مش كويسة مش عارف مثلا بانطلوم متعلق على شماعة شكله مش كويس ده العين بتشتري الاول يعني انا لما شوف الحاجة بشتريها بعيني الاول قبل ما بمسكها في ايدي يعني دلوقتي لو واحدة فيه طبعا ستات كتير وفيه بنات كتير يعني ما لهمش زي ما بنقول كده بالبلدي ما لهمش لا في التصوير ولا في التكنولوجيا ولا بيعرفوا يعملوا الحاجات دي هل لو انا واحدة من دول وعندي شغل عايزة نزله على الموقع عندكم هل انا قدر انا تواصل مثلا مع الاستاذة فيروز وقول لها ده شغلي وانا مش عارفة اصور مش مظبطة ومش عارفة اشترك هي بتوجهني وبتفهمني كل ده تمام كده عشان بس الناس اللي بتسأل تبقى عارفة ايه وفيه حالة تانية كمان ان احنا لو حاولنا معاها وما قدرتش انها تزبط تصويرها او تزبط شغلها احنا ممكن بنشيل عنها الشغل ده بس في مقابل زيادة عن المشتركات الاخريات تم افهم بقى يعني ايه بتشوه يعني على سبيل المسال احنا الاشتراك عندنا 100 جنيه ده اللي هو الاشتراك والتدريب او وبعدين بيبقى فيه بالنسبة للبائعات بناخد منها 5% او على المبيعات على المبيعات طبيعي او وبعدين 5% قليل انا فيه مواقع كتير بلا ان الناس بعشر في المية بالزبط عشان بس الناس تبقى فهمة وعارفة انه ده موقع مش زي كل المواقع احنا بنحاول نقدم دور مجتمعي بصراحة يمكن ده اللي انا نسيت اقوله في البداية يعني انا مش عايز اكبر من شكلنا قوي بس احنا فعلا بنحاول نقدم دور مجتمعي لا هو فعلا دور مجتمعي وهو فعلا مساعدة كبيرة جدا للناس لان انتوا عارفين ان برنامج كل جديد مش بيطلع اي حد واي حاجة احنا بنطلع في الاساس في الاساس الحاجة اللي فيها مساعدة للناس وفيها خير للناس لان برنامجنا اساسه كده ان احنا بنحاول نساعد بقدر الامكان يعني من ضمن دور المجتمعي برضو اللي موجودة عندنا ان احنا خدنا قرار من اول يوم ان كل محافظات القرآن سواء كانوا بياخدوا اجر او ما بياخدوش اجر احنا هنطلعهم معانا مجانا لمادى الحياة كمان في تحفيز قرآن اه ماشاء حاجة جميلة ومقسمينها حتى عندنا اذا كان اللي بتحفز دي بتحفز ترتيل او تجويد للكبار ولا للصغار ولا حاجة ممتازة جدا وحاجة جميلة انا الله رسمع عنها حاجة فطبعا احنا حطين الكاتجوري بتاع التحفيز القرآن ضمن التعليم والتدريس احنا الحمد لله عندنا اتنين محفزات قرآن لغاية دلوقتي طب المكان مكان ايه المكان تحفيز القرآن عن طريق عن طريق لا مكان تحفيز القرآن في تقديم الخدمات في عندنا احد اختيارين نزل لنا الصور وحنا بنتكلم من فضلك كده يا اما ان اختيار الخدمة بتتقدم في محل العميل يعني في مكان العميل زي مثلا محفزة القرآن ممكن تكون بتروح البيت بتاع اللي بتحفزه القرآن او مثلا زي الخياطة الخياطة ممكن تروح البيت او ممكن تستقبل الناس عندها في القتلية بتاعها الميكاب أرتست كمان فيه تجميل اه فيه تجميل احنا عندنا برضو عدد كبير من الميكاب أرتست احنا برضو بنقول الموقع فيه كل حاجة واستور معنا الصورة بتاع شركة شحنة احنا كمان بنحاول نقدم للناس وسائل التوصيل بتاعة البضعة بتاعتهم لأن من ضمن المميزات اللي عندنا في الموقع هو مش موقع زي بقية المواقع اللي هي بتاخد البضعة عندها وبعدين توصل هي بنفسها لكن احنا سايبين ان صاحب الشأن هو اللي يوصل بضعته وهو اللي يحصل فلوسه وهو اللي يتوصل مع العميل كأن الموقع بتاعه هو انتوا بتقدموا الخدمات بمنتهى السهولة للعملة بنحاول بقى نتعقد ليهم مع شركات شحن بأسعار أقل من المعتاد وكل ما عدد المشتركات في الموقع هيكبر أكيد هنقدر نمارس ضغوط على شركات الشحنة إننا نحن نحصل أسعار من مكاننا بنقول احنا مش مسؤولين العرض هيفوتوا الاشتراك أنا قلت لهم أنا أول واحدة هشترك أشهر معاكم والتفاتي قبل الهواء الله يخليكم يا جماعة اللي عايزة يشترك اجروا بسرعة إلحقوا العرض أظن أنتوا عارفين الاشتراكات بتبقى عمنا إزاي والمبالغ إزاي احنا بنقول أول ثلاث شهور عرض مجاني عايزين نكمل بقيت السور كده واحنا بنتكلم برده نكمل كمان حكاية العرض المجاني احنا عملنا ليه ثلاث شهور عرض مجاني أولا عشان ندي مهلة احنا موقع لسه جديد وما ينفعش أن أنا أعمل إعلانات للناس المشتريين أنه هم يجوا يتفرجوا على حاجة وما فيش بضاعة أنا كأني بفرش محل كأني فلازم التجار الأول ينزلوا بضاعتهم بنعمل دعاية الأول وننزل شغلنا بالزبط وبعدين أعمل لهم دعاية للناس اللي هتشتري فلازم الأول البضاعة تكون موجودة وإلا في عرف التجارة الإلكترونية اللي هيجيلي مرة ويلاقي السوق بتاعي فاضي مش هيشرفني تاني الصورة التانية دي دي المنيو كاملة للأقسام اللي موجودة الناس تقدر تخش تفرج عليها وتشوف هي بتعمل إيه من ده هم اتنين منيو موجودين في الصور منيو خاصة بالسوق اللي هي الحاجات اللي بتباع ومنيو خاصة بالخدمات ساعات بيجي لنا حد زي اللي بتشتغل تريكو أو كنفا أو أوبسون أو الحاجات اللي هي فيها أشغال إبرة دي بالتحديد الحاجات بقى دي اللي هي الهند ميد عموما عشان الناس عندنا في الجروب بقى مستنين الموضوع دي احنا عملينها لاحنا شرطين إنها تبقى خدمات ولا شرطين إنها تبقى بيع دي على حسب هي الست نفسها بتقرر هل هي بتنتج المنتج الأول وبعدين تعرضوا للبيع يبقى هي كده بتبيع يبقى في قسم المبيعات في قسم السوق لو هي ما بتعملش الحاجة إلا بالطلب يعني حد بيروح يقولها أنا عايز والله كفية مقلمة مش عارف تريكو خامة الصوف بتاحها مش عارف إيه لو دخلين في تفاصيل ومحتاجين تواصل معها وهي ما بتعملش ده غير لما بيتطلب يبقى كده في قسم الخدمات فممكن نلاقي ناس بتوع تريكو أو بتوع كنفا أو أي أشغال إبرة أو تفصيل في قسم المبيعات ونلاقيهم تاني في قسم الخدمات أو نلاقيهم فقط الصورة دي صورة لمجموعة الخدمات اللي موجودة زي المدرسة وزي الخياطة والتفصيل وأشغال الإبرة ودي المينيو بتاعتها يعني احنا جايبينها بطريقتين بطريقة الصور وطريقة الكتابة دلوقتي بقى من الأسئلة اللي جات لنا الناس عايزين عارفنا الأول الاشتراك في عرض لمدة ثلاث شهور مجمو طبعا طريقة الاشتراك زي ما الأستاذ محمد قال انتو بتدخلوا على الموقع اللي مش عارف ومش فاهم في جروب معمول جروب على الواتساب تسويق الأستاذة فيروز هتبقى متابعة مع اللي مش عارفين ومش فاهمين هتبقى متابعة معاهم هتتعابي طبعا أنا عارفة هتتعابي شوية طبعا لأنه في ناس كتير ملهاش في التكنولوجيا خالف ولا في الانترنت ولا في الحاجات دي طبعا ده طبيعي لأن وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا كلنا لنا الكوانتات عليها وبنتعامل عليها بتبقى طريقتها سهلة قوي مختلفة شوية خالص عن طريقة المواقع الأوفيشي لنفسها الموقع بيبقى لي يعني بتاعته بتاخد ليها شكل معين ليها نظام معين فدي بنبدأ مع الناس واحدة وحدة لحد ما يعرفوا ازاي يشتغلوا بقول حيث من بداية التسجيل لحد ما بترفع كل شغلها وتتلقى الأوردرز بتاعتها او يتم التواصل بينها وبين العميل خطواتها بتبقى كتير هي التجرب بتتابع معي مقدمة الخدمة تتضرب لغاية ما توصل للموضوع ده بمنتهى السهولة ان شاء الله تمام يعني احنا كده عندنا حتى في عرض المنتجات وان احنا ننزلها على الموقع والاشتراكات كل ده سهل اللي مش عارف السيدة فيروز طبعا هتعرفوا هتشرحوا كل حاجة وهتدربوا ان هو ينزل شغله ازاي طيب بالنسبة بقى الموضوع احنا قلنا موضوع ده الاشتراك اللي هو اه انا يهمني بس التنويه على حاجة في موضوع الاشتراك اه الميت جنيه بتاعت الاشتراك والتدريب دي بيتفعها مقدمة الخدمة وبتتفعها بيتفعها عن طريق اي وسيلة من الوسيلتين في ناس في الاول طبعا احنا حد جديد فطبيعي ان الناس تبتدي تقلق مننا اه بالزبط الشركة مرخصة ولها سجل تجاري وبطاعة عربية وحساب في البنك الاهلي ممكن يحولوا عليه وبالفعل في ناس حولت لنا في البنك الاهلي ولو مستصعبين مسألة البنك الاهلي يقوف قدامه او المكنة او الطوابير او كده يقدروا يحولوا عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي موجود بندهولهم وممكن عن طريق فوري برضو بيحول الفودافون كاش بس بحظر الناس ما يحولوش رصيد يحولوا تحويل فودافون كاش طب خلينا فودافون كاش بلاش نفاول علشان ما يبقاش فيها مشكلة بالنسبة للناس اللي عايزة نوعها ليه بقى الفرق بين اشتراكات التجارة ومقدمة الخدمة التجارة اللي معنا بتدفع 100 جنيه ده اشتراكها وتدريبها وبعدين بتدفع 5% على المبيعات اللي بتحصل بتدفعها كل 15 يوم هي اللي بتدفع لان هي اللي بتحصل الفلوس دي عشان برضو الناس تفهم الموضوع دي طيب بتدفع لنا الفلوس برضو عن طريق اللي هي العمولة بتاعتنا بتشوفها على الصفحة بتاعتها صفحة التحكم بتاعتها ان احنا مثلا لنا عندها مبلغ ولا يكون مثلا 50 جنيه احنا بنقولهم كمان لو المبلغ تحت المية جنيه ما تحولهوش حوليه مع المرة الجاية مع الخمسة عشر يوم اللي جايين اه يعني احنا مش بنعقد الامور خاصة احنا بنقول احنا ده وقت قدامنا 3 دقيقة وهنختم الحلقة بتاعتنا ايه الحاجة المهمة اللي احنا عايزين ننوه عنها ونقولها للناس ايه حضرتك عايز تفهمهم ايه تانية عن الموقع حاجة جديدة ايه الجديد الموقع ده بتاعهم احنا كلنا شركاء نجاح هم هيعرضوا بضعيتهم وانا مطلوب مني ان انا كمدير موقع ان انا اسوق للبضعة دي عشان تتباع فلما هيبيعوا هم هيكسبوا ولما هيكسبوا انا هاخد عمولتي هي حلقة كلنا شركة فيها انا مش صاحب شركة انا شريك معاهم في نفس الشركة اللي هم شركة فيها كلام جميل السيدة فيروس بقى تحب تقولي ايه بالنسبة للموضوع ده احنا عندنا كل يعني بنحاول ان احنا نوفر كل السبل لنجاحهم ونجاحنا معاهم بنحاول ان احنا ويكون كل حاجة بشكل يعني رسمي بحيث ان كل حاجة تبقى ماشية مظبوط جدا عندنا يعني المتاجر وعندنا صحاب المتاجر وعندنا الناس دي اللي هي اللي معاني على الموقع الناس دي كلها بتعمل شغل هايل جدا هايل جدا بمعنى الكلمة سواء شغل هاند ميد او متاجر الحلويات او شغل الناس اللي بتعرض منتجات وبتبيعها الشغل عندنا حلو قوي دعم يعني دعم الفكرة دعم المرأة في حد ذاته مش دعم ان انت بتدعمي الموقع بيني وانت بتدعمي المرأة الموقع بس اه مش الموقع بس لان اغلب السبتات دي بتحاول انها تزود دخل بتها سواء كانت بتشتغل في وظيفة او هي اصلا مش بتشتغل ورب بتمنزل فهي بتحاول انها تكبر توسع دخلها تكبر دخلها فهي الفكرة ان احنا بندعم يعني بندعم الستة المصرية بقدر مستطاع انها تحاول انها ظروفها تتحسن وبالتالي بشكل عام هيبقى ظروف مجتمع بالكامل ممكن اوجه هنا ده اخير يتفضل كل الناس اللي عاملة مبادرات لتعليم الستات ومنح وتعليم صناعة الجلود كل الناس دي احنا المفروض ان احنا نكون الزراعة التسوقية بتاعتهم يعني هما بيجيبوا الناس بيعلموهم وبعد كده عايزين يبيعوا بقى بيقفوا عاجزين في النقطة دي يساعدونا ويتصلوا بنا احنا طبعا فتحين الباب لاستقبل الناس دي انا بصراحة يعني عايز اقول لكم النهاردة الحلقة كانت قوية جدا وكانت جميلة جدا وردين على كل اسئلتكم ونطلع لايف كمان ان شاء الله برضو النهاردة علشان نكمل الاسئلة بتاعت الناس لو في حد عنده اسئلة تاني وان شاء الله يتبقوا موجودين معنا بإذن الله في حلقة تانية تكون حلقة برضو قوية يكون فيها حاجات جديدة اهلا بيكو نورتوني النهاردة شكرا لك سعيدة وانتوا معي جدا جدا واستفادنا طبعا اعايز اقول لكم الى اللقاء في حلقة قادمة واستنوا اللايف اللي بعد الحلقة بالليل عشان هيتكلم برضو عن موضوع التسويق الى اللقاء في حلقة قادمة موسيقى 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 موسيقى